نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين منظرة حول المقترح المقدم من حزب المحافظين في الحوار الوطني بشأن منع من ينتقل من السياسيين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة ثلاث سنوات وأدار الحوار خلال المناظرة عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد مبارك بينما شارك في المناظرة المستشار الأول لحزب المحافظين نبيل مراد وعضو لجنة العفو الرئاسي كريم السقة يأتي ذلك في إطار سلسلة من الصالونات النقاشية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية حول نتائج ومخرجة جلسات الحوار الوطنية